أستاذ الشام ونحن نقترب من اللحظات الأخيرة في نهاية برنامجنا والحلقة الدافئة الرائعة معك كان عندك شوات حاجات كده تحب تقولها ولا تحب توجه حاجة لحد ولا لا أنا أحب أوجه طبعا أتمنى أن أنا ما كونش نسيت أي حد أنا طبعا أخويا أحمد الدويق أنا بحبه جدا جدا وراجل بساعدني كتير جدا جدا وبلال ورمضان وأخويا التاني محمد أسامة وكمان نسيت أشكر أستاذ خالد مرسي والعميد والعميد ده علاء في النادي عشان هما برضو ساعدونا جدا جدا وأتمنى أن تسامحوني لو أنا نسيت أي حد والله لأن كان نفسي فعلا أشكر كل الناس وتحت لي الفرصة في المدة الطويلة اللي أنا قاعدتها أن أنا أشكر كل الناس الحاجة اللي أنا أحب أقولها والله ده فعلا كلام أقولنا أنا وأنا وأنا ويعني والناس اللي قريبين مني بعد أن ما خلصنا أنه يا لو المرة الجاية بس يبقى عندنا وقت عشان نعمل حاجة جامدة يعني إحنا حفلة دي لو هي عجبة الناس في أجمد من كده عندك والله العظيم برضو مش كلام إن شاء الله لو ربنا بإذن الله يعني وفقنا وبإذن الله نيجي نحتفل كده بإنجاز مهم تاني بإذن الله أول ما الكابتن ومجلس الإدارة إن شاء الله يحققوا نجاح تاني وهم والفريق ويكون يتقرر أنه لي حفلة لو فيه وقت كافي بإذن الله نعمل حاجة أجمد من كده بكتير وده والله كلام قلناه ما بيننا وما بين بعض لو كان بس عندنا وقت كنا عملنا كذا وكذا وكذا فبإذن الله ربنا يكرمنا ونقدر نعمل ده إن شاء الله في المستقبل لو الطلب إن يتم اللي استعانى بينا أكيد في ناس تانية أشتر وأحسن مننا أهلوية ويحبوا يخدموا النادي ده وعد والحاجة الأخيرة إن شاء الله إن شاء الله فيه مشروع مهم جدا كبير جدا شغالين عليه من قبل الكورونا كنا خلصناه وخلصنا كل تفاصيله هيبقى مهم جدا جدا لجمهور الكورة وهيتبسطوا بيه قوي 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 وهيصب في مصلحة الفريق الأول وهي فكرة مبتكرة أول مرة تحصل أعتقد على مستوى العالم في نادي وده مش كلام يعني برامج أو كلام هتحاسب عليه كمان شوية أنا قلت أنا بقى يعني يعني ما بطلعش الكلام غير لو كنت أده هي فكرة جديدة جمهور الكورة هيتبسطوا بيها قوي لأنها هتساعدهم هما في شوية حاجات كده باش مهندس نصحني ما تكلمش عن تفاصيل عشان عشان إيه تبقى مفاجأة للناس ونحافظ على سرياتها لحد ما نطلقها ورايب جدا بإذن الله بإذن الله هتبسطوا بيها قوي وربنا يا رب يقدرنا وتكون كمان حاجة محترمة وتفيد النادي الأهلي وتفيد جمهوره